السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان وحلقة جديدة من الأهل اللي نتكلم مع حضراتكم النهضة عن أمور كثيرة جدا وفقرات مهمة فقرة الأولى وهي مع شيخة ألفاني مؤسسة ساتوك للأيتام وصحبة مبادرة كأس العالم للأيتام اللي إن شاء الله يكون تصفياتها في النادي الأهلي يوم الثلاث القادم فقرة تانية مع الكابتن جمال السيد مساعد قطاع الناشئين لقطاع البراعم في النادي الأهلي هنتكلم معه على المستويين المحلي والعالمي وأخيرا مع الكابتن خالد العوضي في فقرة الألعاب الأخرى هيكون معه الكابتن ساندي أيمن لعبة النادي الأهلي للسباحة والكابتن محمد فرج مساعد مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي في البداية قبل ما نروح للأخبار نتكلم مع جمهور النادي الأهلي وفي أمور كتيرة جدا أكيد بيتابعوها وبيقروها يوم بعد يوم لكن زي ما حضراتكم تعودين هنا بنتكلم في قناة النادي الأهلي فيه اللي فعلا في اللي بيحصل واللي فعلا بيدور وحاليا فيه يعني محاور كتيرة جدا بتدور داخل النادي الأهلي ما بين أفراد الجهاز الفني للنادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيص مدير الكرة مع لجنة التخطيط اللي بترقصها الكابتن طا اسماعيل والاستعداد للموسم القادم والموسم الحالي اللي لسه قدامنا لقائي مهمين جدا أمام نادي المقاولون العرب ونادي الزمالك واللي بنأمل أن الموسم ينتهي على خير قبل بداية الموسم الجديد بتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري العام وأيضا نستعد لبطولة الكاس وإن شاء الله تبقى بطولة أيضا ثانية للنادي الأهلي علشان يتوج باللقب الثالث قبل بداية الدوري المصري الممتاز الجديد وهي بطولة السوبر المصري واللي إن شاء الله يكون في شهر تسعة أكيد طبعا كل واحد في المنظومة أو كل فاضي في المنظومة يعني وضع في اعتباراته حسابات الموسم الجديد وحسابات الموسم الحالي لكن الكلام الكتير اللي بيتردد هنا وهناك وفي كل حتة هتلاقوا كلام لكن زي ما بقول لحضراتكم بنطمنكم هنا على خناة الأهلي إن دايما كل واحد في المنظومة ماشي بالسياسة اللي بيضعها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللي هي الأولويات لتدعيم الفريق الأول للنادي الأهلي بكل السبل علشان كالعادة يتوج ببطولة الدوري ويستعيد العرش الأفريقي عشان كده بقول لحضراتكم الرسالة اللي احنا بنوجها الجمهور الأهلي اتطمنوا كل حاجة ماشي بخير وإن شاء الله كل حاجة هتمشي على النحو اللي الجان لجنة التخطيط فريق الكورة لجنة الكورة كل المنظومة إن شاء الله جماعة ماشية في اتجاه صحيح وسليم كلنا ثقة قناة الأهلي اعلام النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي كل من هو داخل المنظومة عندنا ثقة ويقين كبير جداً إن النادي الأهلي وفريق الكورة بالنادي الأهلي إن شاء الله يكون ماشي في الطريق الصحيح ونتوج بلقب الدوري لكن طبعاً عندنا فترة حالية وهو مؤذرة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية قبل انطلاقها إن شاء الله يوم الجمعة القادم في أولى اللقاءات الرسمية الساعة 10 أمام منتخب زنبابوي كلنا وراء منتخب مصر علشان يتوج باللقب الثامن أفريقياً ويشرف كالعادة مصر والجمهور والعرب وأفريقياً نروح لفقرة